بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بالكرام إخوانا المهتمين بشؤون زراعة الخضر والبيوت المحمية أهلا وسهلا بعضراتكم والنهاردة بإذن الله تعالى بنتكلم زي ما موجود على عنوان الفيديو عن رشة التحجيم رشة التحجيم اللي هي أنا عايز أحجم طماطم أو أحجم بطاطس خلي الحجم بتاعها كويس أو بطيخ أو شمام أيا كان يعني اللي أنا يعني عايز أحجمه عشان نعمل كده جماعة يبقى نتبع الآتي أول حاجة حضرتك داخل الفيديو وعايز تسمعه علشان تعرف أو عايز تعرف الرشدة اللي أنا هكتبها إيه ممكن الرشدة دي تقولها لحضرتك تمام مركبات تجيبها تقسم وسطك نصي هتتفاجئ إن أنا هقول لك إن ما فيش حاجة اسمها رشة التحجيم ولا أنا أساسا مقتنع برشة التحجيم اللي انتو بتتكلموا عنها دي خالص تمام الكلام مناقض أو متناقض مع كل اللي موجودين على الساحة وكل اللي عملين يهرو وعملين زي الجماعة اللي هم إيه المهم يعني إنه هو عمال يتكلم لك كلام بقى إيه ويا سلام لو عملت كذي ويا سلام لو جبت البوتاسيوم دي بتاع شركة كذي مع ديه المركب الفلاني وعملتهم كوكتيل ورشتهم قبل المغرب بنص القصص بقى الحمضانة اللي هي لا تتعدى إن هي يعني سفه علمي بامتياز تمام أولا يا جماعة علشان طب الحل اللي عندك يا سيدي الفاضل الحل اللي عندي إنك تصبر وتفهم زراعة افهموا لإن إحنا تعبنا والناس ماشية وراء الخزعبلات وماشية وراء الحاجات يعني اللي هي لا تسمن ولا تغني من جوة تمام حبيبي الغالي إنت عندك باختصار شديد وقلت هلك مليون مرة في عندك أم قوية يبقى عندك جنين قوي وإنت مغمط عندك شجر الطماطم محترمة وقوية هتجيب لك إنتاج محترم عندك شجر البطاطس محترمة هتجيب لك برضو إنتاج محترم كما ونوعا عندك أي حاجة النبات كويس هيجيب لك الإبن بتاعه كويس جدا تمام ده شيء لا خلاف عليه بالمرة طيب علشان النبات يكون كويس يعني إيه قصة بقى التحجيم إيه علاقتها بديه هقول لك يا سيدي تحجيم يعني إيه يعني هتقول لي هتقول لي عشان البوتاسيام طيب إيه الجديد اللي إنت عملته إحنا عندنا أي نبات أي نبات يا جماعة بيحتاج العناصر الغذائية كلها بيحتاج العناصر الغذائية كلها تمام طيب الفلاح الشاطر بقى اللي بيعمل إيه اللي يبقى عارف إن النبات بيحتاج كل العناصر ولكن احتياجه لعنصر معين في فترة معينة أكتر من احتياجه للعنصر الثاني بمعنى إن أول ما ببدأ أزرع النبات تمام أنا عايز شبكة جزرية تمام شبكة جزرية طيب أنا لو عندي شبكة جزور محترمة شبكة الجزور المحترمة يعني هتعمل امتصاص محترم لكل العناصر إذن فأنا عندي الزرعة نجحة نجحة ما فيهاش سهارة كتير ولا كلام كتير تمام طيب المجموعة الجزر المحترم ده أنا هعمله بإيه بإن يكون متوفر عندي عنصر الفسفور الفسفور ده زي السوبر فسفات زي الداب زي حمض الفسفوريك كل دي مصادر للفسفور تمام والكلام ده إحنا عاملينه في جداول لكل حاجة لو رجعت لها في 700 فيديو موجودين على برنامرة مزرعية تمام إذن فعشان مرحلة تشكل الجزور الأولى وعايز أعمل شبكة جزرية كويسة يبقى بحاول أيسر الفسفور لأن الفسفور بيتسبت كتير أو بيبقى في صورة غير ميسرة للنبات فحاول أحط حمض فسفوريك أرش على فسفور في بداية النبات وإحتياج النبات للفسفور فأعمر في التلت الأولاني بيكون عالي جدا في التلت الأولاني من حياة النبات يعني لو أنا عندي مثلا نبات سيك البطاطس أو الطماطم 120 يوم يبقى أنا مطالب بال40 يوم الأولى بحاول أعمل فيهم أوفر فيهم عنصر الفسفور ويكون ميسر للنبات وفي كده هعمل شبكة جزرية محترمة مش فحمض الفسفوريك وبس لا ده أنا بحاول أعطش النبات عشان أعمل استطالة في الجزور وطالما عملت استطالة في الجزور ويتشكل كويس للجزور إذا فأنا هيبقى عندي أبتيك أو امتصاص محترم جدا للنتروجين نتروجين أيوة النتروجين لأن النتروجين أنت محتاجه بعد ما عملت الجزور الكويسة محتاج النتروجين في إيه في أنك تبني بقى النبات بتاعك هتبني النبات يبقى عندك مجموع خضري قوي تمام اللي أفضل من ده كله بقى إيه هجيلك أنا في الحتة اللي أفضل من ده كله بس سيبني معلش افتكرت حاجة أنا عندي مجموع خضري قوي تمام عندي المجموع الخضري القوي ده هو تمام مطلوب منه حاجتين الفوسفور موجود فيه والبوتاسيوم والنتروجين بس المجموع الخضري مش محتاج نتروجين بس لا ده محتاج برضه فوسفور وبرده البوتاسيوم الفوسفور علشان شغل معايا في التزهير تمام وانا مرحلة التزهير لسه بدأ أساسا ومحتاج بوتاسيوم ليه لأن البوتاسيوم بيدخل في كتير من العمليات الحيوية داخل النبات وعلى رأسها الانتقال العناصر وفتح وغلق الصغور والليل اللي انتوا حفظينها في كل كتب التغذية دي تمام طيب عملنا مجموع جزر كويس بالفوسفور وعملنا نمو خضري كويس بالنتروجين والفوسفور والبوتاسيوم طيب بعد كده حصل تزهيري الأول وبعد كده حصل عقد ثمار وابتدى فيها مرحلة اسمها مرحلة تطور الثمار مرحلة تطور الثمار دي محتاجة ايه؟ محتاجة كل العناصر اللي قلنا عليها والله العظيم وحديدي ومانجانيز وزنك برضو كل ده محتاجة أول فوسفور والنتروجين بس المرحلة دي محتاجة ايه؟ البوتاسيوم يكون زايد شوية تمام؟ طيب البوتاسيوم يكون زايد عندي شوية انا كده حطيت فوسفور في الاربعين اليوم الأولى واهتمت بهم وبرضو بحطوا بالنتروجين وبوتاسيوم ولكن مش بكمية كبيرة تمام؟ طيب وبعد كده ابتدنا نزود في النتروجين شوية مع الفوسفور مع البوتاسيوم الفوسفور والبوتاسيوم قللت منهم والنتروجين ماشي معايا بكمية برضو كبيرة شوية في مرحلة النمو الخضري الكثيف تمام؟ بعد كده بقى جات لمرحلة ايه؟ مرحلة ان انا عايز السمرة تكبر فببدأ ادوس على البوتاسيوم شوية ازوده شوية واقلل من النتروجين واقلل من ايه؟ من الفوسفور طيب الفوسفور زي ما قلنا المصادر بتاعته عارفينها طيب النتروجين المصادر بتاعته اليوريا وعندنا النطارات طبعا اليوريا احنا ما مفضلهاش الا في بعض الحالات تتكلمنا عنها كتير وحمض النتريك ونطارات الكالسيوم بر وهي سنائية الغرض او كالسيوم وفيها برضو نتروجين تمام؟ بعد كده عندي قصة الايه؟ قصة البوتاسيوم البوتاسيوم طبعا فيه مركبات كتير من البوتاسيوم على رأسها سلفات البوتاسيوم ونطارات البوتاسيوم وفيه سلطارات ولكن دول اكتر حاجة احنا بنستخدمهم وكلوريد البوتاسيوم طبعا كلوريد البوتاسيوم ممتاز جدا ونزل بوتاسيوم فيه عالية ولكن مشكلته فيه الكولور اللي فيه او ان هو الدليل الملحي بتاعوه زيت شوية فبنفضلهوش يعني تمام طيب لما احنا بقى النبات بقى لما انت عملت فيه ده كلته طيب اصبح عندك نبات قوي خد بال حضرتك من حاجة ان لازم العناصر دي تتحط كلها ولازم حضرتك تكون العناصر دي في حالة اتزان في حالة اتزان يعني انفعش اعمل جزور قوية وبعد كده اثر في النتروجين ما يبقاش عندي مجموع خضري قوي مش معنى ان انا ابص ازبط الجزور واخلي عندي مجموع جزري قوي ومجموع خضري قوي وبعد كده اثر في حجم الثمرات لا لو انا مشيت بالعناصر كلتها وقدرت احدد ان كل مرحلة من المراحل بتحتاج كل مراحل نمو النبات بتحتاج كل العناصر ولكن بيكون احتياجها لعنصر ما في فترة ما اكتر من العناصر التانية لو انا عرفت القاعدة دي والله امورك هتبقى كويسة جدا وببدأ بالبوتاسيوم ببدأ بالكالسيوم علشان اعمل ايه لو عندك نبات قوي بقى في القصة دي هيديك ثمار قوية طيب لو عندك بقى الكالسيوم بقى متوفر فيه النبات بكمية محترمة تمام ايه اللي هيحصل هيبقى عندك بردو جودة محترمة من حيث الصلابة واللون وخلافه هتلاقي الامور بتاعتك كويسة جدا لو عندك انتكاسة ممكن تبدأ ترش اي اسمدة ورقية وده متاح محدش بينكره خالص ولكن اللي احنا بننكره يا جماعة هو اني اني انا النهاردة مايبقاش عندي نبات منايل بستين نيلة وفي الاخر اقول النبات ده هوت والله هجيب له رشة تحجيم تمام المدام تسألك انت رايح فين والله رايح يجيب رشة تحجيم تمام السنة الجاية لو ما رحتش انت تجيب رشة تحجيم هتقول لك مش هتدخل البيت ولا هتدوق الاكل الا اذا جبتنا رشة التحجيم ده اللي احنا بنتكلم عليه من الاخر خالص ما تخليش حد يضحك عليك ولا ينصب عليك وتدخلي في قصة التحجيم ورشة بتجيبها بألف جنيه ولا بخمسين ستين دولار دي مصيبة يعني مصيبة كبيرة جدا حاول تنظف النبات بتاعك وان يكون عندك نبات كويس جدا نبات صحي نبات بأحجامه كلها ومراحل تطوره كويس هيبقى عندك امورك كويسة جدا من غير اللي تحجيم ولا اي حاجة خلص شكرا لحضراتكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وجمع مباركة عليكم جميعا